برضو خلط مشهور بين القصة والسيناريو يعني مش عارفين مين بيعمل ايه فخلينا انبسطها للناس اللي بيكتب قصة ده بيكتب ايه اللي بيكتب السيناريو مسؤول عن ايه القصة هي الحدوتة اللي انا بحكيها كده انه بيحصل كذا وفلان بيروحوا بيقابل فلان وبيعودوا يعني هو القصة هي الفكرة او الشكل العام لاحداث المسلسل السيناريو هو التفصيل للفكرة دي او للقصة دي اللي هو انه بيتقسم لمشاهد وبيتقسم بعد كده المشاهد الى سيناريو اللي هو ماذا يحدث في المشهد فلان دخل وقعد وفيه كوباية يمسكها وقعد وكلم فلان وبص هنا وعمل هنا الحوار هو الكلام اللي بيتقال او الديالوج اللي بيتقال جوه المشهد فالسيناريو والحوار الاتنين بيعتبروا هما السكرين بلاي زي ما بيسموه كده اللي هو ده السيناريو اما القصة فهي اشبه بحكي بقى بس حكي اعام من السيناريو يعني السيناريو هو الاكثر تفصيلا من القصة ده عشان بس بسط لانه فيه حاجات تقنية كتير قوي في النص بس ده بشكل بسيط قوي الفرق ما بين القصة والسيناريو والحوار بالضبط يعني ينفع اقول الكلام اللي بيتقال على لسان الابطال صنيعة السيناريست مظبوط مش كده؟ مظبوط لكن الحبكة والاحداث وطلساعد الدرامي ده ده شغل قصة يعني ممكن في الاخر ما هو مثلا ممكن ناخد قصة او رواية لنجيب محفوظ تمام؟ كوني اطورها بقى وحولها الى سيناريو وحوار يترجم على الشاشة في عمل درامي دي حاجة تانية خالص بس هو بتاخد من الاصل الشخصيات والفكرة وتطور الاحداث وبتضيف لها انت بقى كفنان من خيالك ومن ابداعك بحيث انه يبقى مش مجرد العمل الادبي زي ما هو تم قراءته بس عشان انت وانت على الشاشة بيبقى له مقيس تانية خالص